أيمن حسين قبل قليل يجري فحص الرنين للتأكد من إصابته إصابة جاءت بتوقيت يعني بصراحة إحنا أيمن حسين معتمدين عليه وأيضا هو صاحب الهدف الأول حسين قال لي لحد الآن الأمور تتحدث عن إرهاق وليس إصابة هذا كله يصبح بمصالح منتخبنا قبل مواجهة الكويت كابت النعيم شون شوفت أيمن حسين بتعامل أصحاب الخبرة تحديدا في هذه المواجهة وأيضا تسجيل هدف الانتصار يعني أيمن أعتقد قدر يفرض حضوره وجوده بالمنتخب الوطني وهذا مو يمكن أكثر من ثلاث سنوات يعني رغم أنه الفترة السابقة كثير من الفترات أنه كان لكثيرين يتحدثون عنه أيمن هو مو هو اللي ممكن يكون مهاجم للمنتخب الوطني لكن أنا أعتقد كثير من اللقاء أكد أنه أيمن يمتلك المهارات يمكن يمتلك الإمكانيات اللي أهل أنه يكون رقم الأول بالهجوم العراق وأنا أعتقد هذا أصرار كبير من كابتن أيمن أنه قدر يفرض وجوده وحضوره في ظل وجود الحمادي مهند كثير من اللاعبين المتميزين اللي يمتلكون مواهب كبيرة جدا لكن هذا أعتقد أنه دافع قوي جدا للمنتخب الوطني وجود الحمادي وجود مهند مع المنتخب يضطي قوة ويضطي الحقيقة الكاسياس أنه الخيارات اللي موجودة عند كثير من اللاعبين لكن بمحصلة أعتقد أنه أيمن رقم صعب كل المنتخبات الوطنية تسعى لأنه توقف من خطورة أيمن للخصوم وأنا أعتقد وجود أيمن أصبح ضرورة جدا للمنتخب الوطني وأصبح رقم صعب أنه تتخلى عنه في تصفيات كأس الحالة اشتركوا في القناة